إلى هنا اتجهت الأنظار فحركة النهضة ثانية قوة سياسية ممثلة في البرلمان التونسي بتسعة وستين مقعدا من مجموع مائتين وسبعة عشر قررت عدم منح الثقة لحكومة لحبيب الصيد المكلفة التي أبعتت الحركة منها فالقرار ذو ثقل ووقع سياسيين ويضع النهضة في المعارضة اتخذه مجلس شورى الحركة بعد أن رأى أن هذه الحكومة فيها إقصاء ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة التي تعيشها تونس والتي قال إنها تحتاج إلى التوافق بالنظر إلى كل هذا وبالنظر أيضا المشاورات التي حصلت وطريقة إدارة هذه المشاورات قررت حركة النهضة من خلال مجلس الشورى عدم منح الثقة لهذه الحكومة نحن وصفنا الدقيق أنها ليست حكومة وحدة وطنية ولا توفر الحد الأدنى من هذه المعاني قرار حركة النهضة بعدم تسكية حكومة لحبيب الصيد قد يجعل هذه الحكومة تواجه مصاعب في نيل ثقة مجلس نواب الشعب هذا القرار يقلص حسابيا من حظوظ حكومة لحبيب الصيد في نيل ثقة البرلمان أي الحصول على أكثر من 109 أصوات خاصة وأنها تمثل فقط حزب نداء تونس صاحب أغلبية 86 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الحر صاحب 16 مقعدا وبعض الشخصيات السياسية والمستقلة وسبق أن عبر عدد من الأحزاب عن نيته عدم منحها الثقة ورغم ذلك يقول حزب نداء تونس إن الحكومة ستنجح في نيل ثقة البرلمان لكنه في المقابل يعترف بأنها قد تكون حكومة هشة عدم موافقة النهرة على هذه الحكم سيجعل منها حكومة هشة ضعيفة وللأسف شديد هذا لا يخدم ولا مصلحة تونس ولا مصلحة مستقبل تونس ولا مصلحة النهرة ولا مصلحة نيته تونس اليوم معناها مصلحة تونس في التوافق في توافق كبير بين كل عائلة سياسية في انتظار جلسة منح ثقة للحكومة المكلفة يوم الثلاثة تبقى أسئلة كبرى مطروحة حول طريقة تشكيلها ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها تونس حافظ مرباح الجزيرة تجيب لمتطلبات المرحلة التي تعيشها تونس والتي قال إنها تحتاج إلى التوافق بالنظر إلى كل هذا وبالنظر أيضا المشاورات التي حصلت وطريقة إدارة هذه المشاورات قررت حركة النهضة من خلال مجلس الشورى عدم منح الثقة لهذه الحكومة نحن وصفنا الدقيق أنها ليست حكومة وحدة وطنية ولا توفر الحد الأدنى من هذه المعاني قرار حركة النهضة بعدم تسكية حكومة لحبيب الصيد قد يجعل هذه الحكومة تواجه مصاعب في نيل ثقة مجلس نواب الشعب هذا القرار يقلص حسابيا من حضوظ حكومة لحبيب الصيد في نيل ثقة البرلمان أي الحصول على أكثر من 109 أصوات خاصة وأنها تمثل فقط حزب نداء تونس صاحب أغلبية 86 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الحر صاحب 16 مقعدا وبعض الشخصيات السياسية والمستقلة وسبق أن عبر عدد من الأحزاب عن نيته عدم منحها الثقة ورغم ذلك يقول حزب نداء تونس إن الحكومة ستنجح في نيل ثقة البرلمان لكنه في المقابل يعترف بأنها قد تكون حكومة هشة عدم وفقة النهرة على هذه الحكم سيجعل منها حكومة هشة ضعيفة وللأسف شديد هذا لا يخدم ولا مصلحة تونس ولا مصلحة مستقبل تونس ولا مصلحة النهرة ولا مصلحة نيداء تونس اليوم معناها مصلحة تونس في التوارس